السلام عليكم وأهلا بكم متابعي قناة معرفة أوديو إذا كنت مشاهد جديد ندعوك للاشتراك معنا في القناة لمتابعة كل ما هو جديد ومفيد تعرف معنا اليوم على أسوأ عشرة أشياء تقوم بها لأسنانك للمحافظة على صحة أسنانك يجب عليك أن تتجنب فعلى بعض الأمور وفيما يأتي أسوأ عشرة أشياء قد تقوم بها لأسنانك حيث إن مفتاح الحصول على ابتسامة جميلة وأسنان صحية هو رعاية الأسنان بشكل صحيح حتى لا يضطر الإنسان فيما بعد لإنفاق الكثير من الأموال لعلاجها وفي هذا السياق يرتكب العديد من عدة أخطاء فيما يتعلق بالعناية بأسنانه يجب التخلص منها تابعوا معنا وتعرفوا عليها أولا نزيف اللثة يعد تجاه النزيف اللثة أمرا خطيرا للغاية حيث أن الأطباء يؤكدون أن وجود بعض الدم بعد كل مرة يقوم فيها الشخص بتنظيف أسنانه يستدعي التوجه للطبيب الجدير بالذكر أن أمراض اللثة تؤدي عادة إلى فقدان الأسنان وعلى الرغم من أن الإنسان قد لا يشعر بالآلام عند إصابته بأمراض اللثة إلا أن نزيف اللثة سيكون له عواقب وخيمة على مر السنوات ووفقا لما ذكر آنفا ينصح باستعمال فرشات أكثر ليونة فضلا عن شراء معجون للأسنان خاص بذقوية اللثة ثانيا الاستخدام الخاطئ لفرشات الأسنان العديد مننا يستخدم فرشات الأسنان بطريقة خاطئة وهذا من شأنه أن يضر بصحة الأسنان يقول الأطباء إنه من المهم أن نستخدم فرشات الأسنان بطريقة صحيحة حتى يتم التخلص مما يعرف بجير الأسنان الذي عادة ما يترتب عنه التآكل السريع لمين الأسنان وعموما يعد تحريك الفرشات صعودا ونزولا وعلى الجانبين الأممي والخلفي هي الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان وفي المقابل إذا ما كنت ترغب في إزالة بقايا الطعام التي تبقى من المضغ يمكنك تنظيف أسنانك عبر استعمال الفرشة وفق حركة دائرية من بين العادات السيئة التي يقوم بها الإنسان هي الإفراط في تبييض الأسنان فالتبييض المستمر والمتكرر يساهم في الضغط على مين الأسنان وبالتالي تصبح الأسنان أكثر هشاشة مما يجعلها عرض للإصابة بالتسوس البعض قد يميل إلى استخدام فرشات قاسية نظرا لاعتقاده بأن ذلك يعد أكثر فعالية للتنظيف الأسنان وهذا أمر خاطئ العديد من الأشخاص يختارون فرشات الأسنان بطريقة عشوائية وغير مناسبة وهل تعلم أن الفرشات التي تحتوي على الكثير من الشعيرات لا تساعد على تنظيف الأسنان من الجير من غير الصحيح تجاهل تسوس الأسنان مهما كان بسيطا فوفقا للأطباء فإن أعراض التسوس قد لا تمثل مصدر إزعاج بالنسبة للعديد من الناس في حال لم تتزامن مع وجود آلام وقد يتعايش الإنسان مع تسوس الأسنان لسنوات عدة دون أن يشعر بأي أعراض إلا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تدمير الأسنان من الداخل تناول المأكولات الباردة ثم الساخنة مباشرة هذا أسوأ ما يمكن أن تفعله تجاه أسنانك أن تتناول المأكولات الباردة ثم الساخنة مباشرة على غيراد تناول المثلجات ثم شرب الشاي أو القهوة الساخنة أكد الأطباء أن التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة ستضر بمين الأسنان وتتسبب في مشاكل صحية استخدام الفرشات الكهربائية ظهر مؤخرا الفرشات الكهربائية على الرغم من أنها تظهر سطح الأسنان نظيفا جدا وسلسا للغاية إلا أن استخدام الفرشات الكهربائية لا يعد خيارا صائبا يعتبر الأطباء أن هذا النوع من الفرشة لا تسمح بالتحكم في مسار الحركة بالإضافة إلى أن شعيرات الفرشة عادة ما تكون غير مناسبة تجاهل تنظيف الأسنان يعد هذا التجاهل من علامات تقصير الإنسان تجاه صحته وعموما يساهم تنظيف الأسنان بصفة منتظمة دون إفراط في تبييض الأسنان بالإضافة إلى إزالة الشقوق الصغيرة الموجودة على سطح السن التي عادة ما تكون غير ظاهرة للعين المجردة أشارت دراسات مختلفة إلى أن أغلب الناس يهملون تنظيف أسنانهم باستخدام الخيط على الرغم من أن الأطباء عادة ما ينصحون بعدم تجاهل هذه الخطوة استخدام الخيط لتنظيف الفراغات بين الأسنان يعد فعالا جدا لتنظيف المناطق التي عادة ما تكون نقطة انطلاق التسوس إذ يؤكد الأطباء أن استخدام الخيط مرة واحدة في اليوم عند النوم يعد أمرا كافيا نتمنى أن استفدتم من هذه المعلومات ومرّة جديدة ندعوكم لدعمنا لنكمل معكم مشوار المعرفة والثقافة شكرا لكم وإلى اللقاء